من حقوق الناس في القرن العشرين الكهرباء حق لا فضل لحكومة على شعب لكن كباقي حقوق الشعب العراقي المهدورة أضحت الكهرباء أحدى أكبر أزمات البلاد وأطولها أمدا وأكثرها هدرا للأموال ليس المال العام فقط بل حتى الخاصة الوكالة الدولية للطاقة قالت إن المواطن العراقي ينفق على الكهرباء أكثر بأربعة أضعاف من نظيره في ألمانيا مبينة أن موازنة المولدات الأهلية تجاوزت موازنة وزارة الكهرباء بمرة ونصف الأمين العام للوكالة فاتح ديرول قال إن ما تقاضاه أصحاب المولدات العام الماضي وصل إلى أربعة مليارات دولار عدا الأمر غير مقبول وغير منصف مضيف أن نسبة الهدر في الطاقة تتجاوز الأربعين بالمئة وهي نسبة كبيرة جدا بالقياسات العالمية ديرول دعا الحكومة إلى معالجة تلك المعضلة لكن تلك الدعوة لن تلقى صدى على الأرجح مع إعلان وزارة الكهرباء أنها تحتاج لإعادة إعمار بمبالغ تصل إلى عشرين مليار دولار على مدى أربعة عوام كما أنها تريد فسحة من الوقت لحل الأزمة العشرون التي تطالب بها الوزارة تضاف إلى أربعين مليار دولار أخرى صرفت على قطاع الكهرباء في السنوات الماضية من دون تغيير يذكر وكل ذلك نتيجة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة بحسب اللجنة المالية النيابية هذا وفضنا عن الاعتماد على إيران في استيراد الطاقة الكهربائية مقابل مليارات الدولارات حيث أكد مراقبون أن هذه القضية باتت ورقة بيد إيران لذلك عرقلت عبر مؤيديها في العملية السياسية بناء محطات كهرباء لتبقى ممسكة بها لاستخدامها كأداة ضغط حين تشعر أن مصالحها مهددة يأتي هذا بالتزامن مع إدراك حكومة عبد المهدي خطورة ملف الكهرباء لا سيما في الصيف والخشية من إشعال التظاهرات على غرار الماضي تظاهرات ربما تأخذ عبد المهدي وحكومته إلى المنفى أو المحاكم